دعوني انتباهكم لهذه الدقائق الهامة التي سنمضيها سويا الحقيقة أنا معني جدا بقضايا تجديد الخطاب الديني حقيقة وده والله معني بها قبل ما يقولها سيادة الرئيس نفسه وأيام ما كانت في قناة يعني ما كانت قناة أزهاري تحت إيدي وكانت المسألة أنا بادعولي بوجه كل القناة بعلمائها لتجديد الخطاب الديني وتفعيل الخطاب الديني وتحديث الخطاب الديني مش المضمون الديني المضمون الديني جميل ولذيذ ولطيف وجميل إنما بما يتناسب مع ظرفه وكنت دايما بقول للناس أن الفتوى تتغير بأربع متغيرات الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والظرف لا ده فيه كمان متغيرات جديدة طرأت وكمان والعرف فيه كمان متغيرات جديدة طرأت والفهم فيه كمان متغيرات جديدة طرأت والعلم حتى الفتوى تتغير بتغير العلم يا مولانا أيها الفتوى تتغير بتغير العلم هل كان كل جمهارة الصحابة من لادون النبي صلى الله عليه وسلم لحد النهاردة العلماء والفقهاء والأدواء 14 قرن كان يعرفوا حاجة عن الـ D.N. إيه سمعتوا عن الـ D.N. إيه سمعتوا عن البصمة الوراثية بصمة الوراثية دي حضرتك لسه مكتشفينها أول مبارح البصمة الوراثية دي حضرتك محدش من العلماء كان يعرف عنها كانوا يعرفوا حاجة اسمها القيافة يحط رجلي ده جنبي ده مناخير ده عملة زي مناخير ده وابني ده يبقى ده ابني ده هذه الطريقة انما تحديد البصمة الورصية اللي بتحدد ان ده ابني ده بما لا يقبل الشك ولا الطعم مبقيت حاسمة حاسمة عند مين حاسمة عند العلماء حاسمة عند القضاء وحاسمة في المجتمع وحاسمة في الصحافة وحاسمة في الفن وحاسمة في الرياضة وحاسمة في الاعراف الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية والسياسية والدولية والعالمية الا المشايخ لحد النهاردة الدين ايه مش حاسم عند المشايخ ملقناش بقى فقه جديد يتواء يعني يعني يتوازأ او يتطور او يتعايش اللهم الا في محاولات فردية من بعض العلماء مشكورين اتكلموا عن البصمة الورصية وتأثيرها في اسبات النسب او نفي النسب ان تلعت البصمة الورصية دي حاجة حاسمة النهاردة ما بقاش حاجة ما بقاش في حاجة يقدر ينكر لا 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 وانتو عارفين في قضايا شهيرة دلوقتي او عدت علينا معاصرة لبعض المشاهير اللي متورطين في اتهامات متبادلة بينهم ومن بعض الاطراف وقدي ايه القاضي كان مصر على البصمة الورصية قاعد ينادي الفقهاء قاعد ينادي دور الفتوى في مختلف العصور يا جماع لدرجة اني انا اذكر انه من كم سنة القاضي اضطر في احدى قضايا الاسبات النسبة بالبصمة الورصية الى استشارة او الى مركز اختبار في لندن علشان يسبتوا له البصمة الورصية بتاعت العينة المأخوذة من الطفل المتنازع عليه او الناسب المتنازع عليه انت متخيل حضرتك وصل لايه ما كانش لسه بقى المعامل دلوقتي كترت في مصر وما كانش الموضوع لكن انا فكر كواس جدا الحادثة لما القاضي اضطر انه هو انما لو كان العلماءنا سبقين الى قراءة احنا عوضين مكان خاص في مجمع البحوث مكان خاص في دار الفتوى ملهوش وظيفة فتوى انما لو وظيفة ملاحقة التطور العلمي الابجريت اللي بيحصل في الدنيا الابديت اللي بيحصل للعلم الخطوة الاستباقية عشان نقدر نفهم ونشوف تالع انه مش المسألة في العلم بس المسألة كمان في القانون وخدوا بالكو بقى المسألة في القانون انا مبارح كنت في لقاء الشهر بتاع وعاز القوات المسلحة فقلت لهم خدوا بالكو يا علماء من الكارسة اللي احنا كلنا بنقع فيها ولازم لها حل ولازم العلماء لازم مجمع البحوث يشوف حل مناش يعني اوعى تقولونا كلام تاني لان مش حنسامحكم مش حنغفر لكم لو انتوا صبتوا العلماء ولادكم كده بالطريقة دي الكارسة ايه بقى اللي عاوز اقولكم عليها وحقولها على الهوى دلوقتي وحاولوا تختبروا فيها اي عالم حاولوا تختبروا فيها اي عالم تقولوا له ايه او المشكلة في ايه المشكلة في فتاوى تخالف نص القانون تخالف القانون فتاوى فتاوى موروثة احنا بنقولها كده يعني كتن بست زي بقوله كده فتاوى قصي ولزق كده الفتاوى دي الحقيقة النهاردة توقعك تحت طائلة القانون فبأي الامرين يفتي فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ العائل الناصح النحرير يروح ايه لك ايه يقولك والله يعني هي المسألة دي جائزة شرعا وباطلة قانونا لهو مذاكر انما للأسف الشديد طبعا الكلام ده لا يود ولا يجيب لانه بيصيب الناس بالبلبلة يعني اقلد الشارع ولا اقلد القانون ولذلك ظهر عندنا نوع من انواع الشيزوفرينيا مش موجودة الا عند المسلمين فقط بسبب فتاوى المشايخ بسبب فتاوى بعض العلماء الشيزوفرينيا دي ازاي ان الواحد يبقى عارف الحاجة حرام وبيعملها لانه الحاجة حرام ويبقى عارف ان الحاجة دي جائزة من الناحة الشرعية انما مش جائزة من الناحة القانونية فبالتالي بيحصل بينه وبين بعض اه يجي قولهم ايه الجمارك فقلوله لا بعض المشايخ يقوله الجمارك دي مكوس المكوس الحاجة اللي بتتاخد من الدرائب مرور في الطرق وطرق لله ودي المشكلة اللي حصلت عند المنتمين للتيارة الاسلام السياسي انه قالوا لهم توزف مصر مفيش حاجة اسمها وطن كل العالم وطن وبالتالي بقى الواحد منهم عايش جوه مصر ومش بينتمي لمصر اتفاهم الكارسة ايه ما هو عملوله تنازع ما بين شرعا وقانونا شرعا وقانونا فحصل عندهم الناس حصل عندها هبل شيزوفرينيا ما بقاش عارفين اقفل الشباك ولا افتح الشباك خذ عندك فتاوى الاجهاض هل يبيح القانون الاجهاض ها ردوا ردوا حضراتكم طبعا القانون لا يسمح بالاجهاض احنا عندنا خانون يسمح بالاجهاض يا محترمين ما عندناش واللي بيعمل كده بيقع تحت طائلة العقوبات ولو دكتور عمل كده بيتتقفل عياته وبيتتسحل ترخيصه وبيتسجنه وبيتسحله وبيتشهر به صح ولا أنا غلطان تتخيل انه في نصوص في الفتاوى تبيح الاجهاض قالها الفقهاء بما يتنسب مع عصورين سواء كان يوم ولا اسبوع ولا اربعين يوم ولا مئة وعشرين يوم انما الفتاوى دي طلعت بتطلع النهاردة من مشايخ يتصدون للإفتاء ومن دور الإفتاء خلينا نتكلم بصراحة واللي يزعل يزعل يبقى هنا بقى يعمل ايه اذا كان الشيخ قاعد دلوقتي وعنده حالة الست بتقوله ممكن اجهد نفسي بقى بل اربعين يوم وتلاقي ان النصوص لا تمنع هذا عند الفقهاء والقانون بيمنع نفتي بالقانون ولا نفتي بالشريعة ده السؤال فتاوى الختان مثلا هتلاقي القانون بيجرم الختان ختان الإناث هتفتي بالقانون ولا تفتي بالشريعة يلا خليك معاه بقى ايه عشان ناخد وندي مع بعض في الكلام فتاوى كثيرة جدا هتجد انه الشيخ علشان يتكلم بصحيح الفتوى لازم يخالف القانون لازم يخالف ايه يخالف القانون